السلام عليكم متابعين قناة شهوات سعاد إفاتي مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفات جدادي هاد الفيديو درتو نزولا عن طلب مجموعة كبيرة دي المتتبعات اللي طلبوا لي جدول أسبوع كامل دي الوجبات دي الغداء اللي تكون سهلة وفي المتناول بطبيعة الحل غدي تكون لديدة سنشارك معكم بعض الوصفات التقليدية من أيام الزمن الجميل اللي كتعجب الكبار والصغر بالخضار الموسمية وكذلك وصفات اللي غدي بغيوها حتى الوليدات الصغر فإلي عجبكم الفيديو حبيباتي ما تنسونيش من اللايكات ديالكم ومتعاليق ديالكم اللي كتدعمني وكتشجعني وإلي عجبكم هاد النوع ديالفيديوهات وبغيتو نزيدكم الجزء الثاني قولوها لي في التعاليق وبنسبة لسيدة لي أول مرة كتشوكي شوفوا القناة مرحبا بكم وفضلا وليس أمرا إلي عجبكم المحتوى دعموني باشتراك وفعلوا الجرس باش تبقوا دائما توصلوا بجديد الوصفات وعلى بركة الله ندوزوا مباشرة لطريقة تحضر وغنبدأوا بأول وجبة غناخد تنجرة ديال الطغط وغنوضع فيها واحد الكمية ديالزيت زيتون اللي كتبقى على حسب الضغط ثم غنوضع هنا يا عندي قليل متوم واندي واحد البصلة غي صغيرة محكوكة بهذا الشهر غنضيف حبات ديال ماتيشة كبيرة محكوكة او جوش حبات يكونو صغارين بالنسبة للماتيشة مني كان عشكا انا دائما او كان قطعها كانت تسافض بالقشور كيم ماشتوا معيها في الفيديو ديال الحريرة دياليق القشور كان نجمعهم كان نحضر بيهم السلصة غنضيف هنا يا المعدنوس غنضيف تقريبا واحد المعلقة كبيرة ديال المعدنوس غنضيف الملح ليكيبقى على حسب الضوق ثم غنضيف معلقة صغيرة ديال التحميرة نضيف تقريبا نصف معلقة صغيرة ما وصلاش ديال البزار نصف معلقة صغيرة ديال اسكينجبير وغادي نضيف واحد المعلقة صغيرة ديال الكامون كان شحر مزيان هاد البصيلة ومطيشة وتوابيل ومن بعد غادي نضيف العدس بطبيعة الحال كان كن غاسلة ودالها كي يستقطر بنسبة العدس لكن عندكم ما كي طيبش يعني ما شي طيب غادي تتفزقوه بحلي كتتفزقوه بحلي كترتبوه بحلي كترتبوه اللوبيا باش كيتطبلكم بسرعة كتديرو الماء الكافي اللي غادي اطبلكم في هاد العدس إلا كان طيب ما كتكتروش الماء وإلا كان كيتطبط طيب طبيعة للحال غادي نضيف واحد المزودة او فلفلة الحارة لانا كي يكلوها في الدار و اصلا هاد فلفلة ما حراش بززاف يعني ما غاديش تحرر العدس غادي تبننو وصافي وغا نقفل على الطنجرة ديال فهدل وقتها هادي غادي نضوز نشر ملق الحوت غادي ناخد هنا واحد البول وغا نوضع فيه قليل من العصير ديال الحامض غادي شوية ديال الخل الأبيض غادي مع القاة صغيرة ديال الكامون والقليل من الفلفل الأزود ثم غادي فالملح اللي كي بقى على حسب الدوق غادي فتوم هادتوم عندي مطحونا مع الحامض مصير غادي نضيف كذلك الهريسة تقريبا واحدة نسمع القاد الهريسة وغادي ننخلط مزيان هاتي تبيله هادي من بعد غادي نوضع فيها السردين اللي بطبيعة الحال راك نكون منقياه وغاسله وديره كي يستقطر بنسبة لكمية ديال الحوت كديره على حسب الإمكانيته كل واحد كل واحد كدير النوع اللي بغا هو على حسب الإمكانيته بعد ما كان شرم لهذا الحوت هاده غادي نغطيه هدا باب البلاستيك الغدائي وغادي نخليه تشربه حت شوية وعاد ندوز نكمل تحضر بعد ما كيتشرب مزيان شرموله غا ناخد دابة واحد المقلاة غا نفرش فيها الورق ديال الطبخ وغادي ناخد هنا شفية ديال لاشابلوغ او تقضغي الدقيق ديال الفينو او الدقيق ديال القامح الكاميل اللي بغايتونتو مع لحسب الدوق ديالكم وغادي مدندوز هاد الحوت في هاد لاشابلوغ وغادي نستفنها فوق الورق ديال الطبخ لووضعه فوق المقلاة هاد لحوت الفران غادي نغطيه في صينيه ديال الفورن تابعة لحل غادي تفرشه لورق ديال الطبخ او ديرو في المقلاة كي تطيب بسرعة وبدون تاعب ولا مجهود هنوضع من الفوق واحد الخطيط ديال الزيت زيتون او زيت نباتية اللي بغايتو انتم ما وغادي نغطيه بالورق ديال الطبخ وغادي نستدم زيان مع الجواني بكيما قد لكم امكانكم دخلو هاد الحوت الفران او ديالوه غادي مقلاة المقلاة تكون شوية تقيله بحل مقلاة ديال حرشه مثلا هنغطيه على هاد المقلاة غادي نخليها علاجب وغادي نطلع لها تنجرة ديال العدس بنسبة للعدس لا تأخذ وقت كتير يلا كانت طيابة ضغية كالطيب ما تخلي واش تطيب بزف وتحرحرة وما تخلي واش عو ثاني قاسحة حيث غادي تدركم في المعيدة يلا كانت عندكم العدس ما كتب لكمش فزقوها او رطبوها فلما بحلو بيا راح كتب واحد سرعة كبيرة انا هنا هنرى العدس رطبت غادي نخلي فيها شوية ديال المريقة لانا غادي تشرب وغادي نخليها علاجب وغادي نوضع هنا المقلاة ديال الحوت فوق النار بنسبة النار خسا تكون توسطة ما تكونش مرتافعة وما تكونش قليلة بزاف وكنخلي ديال الحوت كيطبع لها خاطرهم بعد ما كيطبعات كنقلبو جيهة الاخرى هنا هناك اصيرية طريقة سهلة وعملية بزاف و لا رجل طريقة لا تتوسخ لكمش غادي فوق البطالة لا تصوص لكم على الفيونس مرتاشى حتى المقلرة ها ما تصوص مع هاد ورق ديال الطبخ لا ب Habitاد عدوها كبيره لانسان عليش ما يستعملو عدد من يشوري راحتك بعد ما يطيب الحوت غاد نخلي علاجب ونحضر شنوضة خفيفة دريفة هنا احباد الخيار والفزال بليه الطويل واحد شوية المطشاة عثو غيز سلسة سوس فينيقرات وزويته و المليحه و نخلطها مزيان و نخلط شليده حتى تريد تقدمها عاد و تخلطها حتى تريد تقدمه شليده و عاد و هذا هو شكل السردين و نضعه مباشرة في طبق التقديم بالنسبة للعدس سوف نقدمه و الهاتف و نزل و نضعه تحضيره ضروري نضعه مره مره و نضعه القطنية و نضعه قطنية و نضعه قطنية و نضعه بمسكرة بمسكرة و نضعه فى المباشرة و نضعه في الفرن و نضعه الشرمولة نتبه لتشرمه لتسرعة بسرعة نتمنى الاقتراح لك نحضر الجاج بالخضراء نضيف الجاج بالخضراء نضيف البول وضعه الملح نصمع القاة صغيرة مع مراش الفلفل السود نصمع القاة صغيرة سكين شبير ثم نضيف القاة صغيرة نضيف البول وصفر المدنس نضيف البول fools نضيف البولة نضيف البولة حمود خلف مقاطع نضيف البولة و تتبيل بقليل مل كمية يضيف نضيف البولة و شرمل فيها الجاج نضيف البولة و اتقب في البولة نحاول ندخل الشرمولة مزيان في الدجاج إذا لم تكن مزروبين بهذا الدجاج تجعله علاج المحطة تجعله في الطاجين لا تجعله كثيرا نضع طاجين نضع فيه كمية زيت الزيت تبقى دائما على حسب الضوء لدينا بصلة كبيرة شرائح طوالين يمكنكم درجة بصلة تكون صغرين نفرر طاجين ونضع في خضاة الدجاج بنسبة الشرمولة ونضع الطاجين فوق النار بنسبة النار ضروري قليلة من خافضة لكي يتملكم الطاجين المهلي لأن هذا الطاجين لا تضيفون ميلا سوف نضيف شرمولة لكي نشرم الخضراء نضيفه على الطاجين ونضيفه مرة مرة ونحركه الدجاج حتى يتشحر ونضيفه ثم نضيفه الخضراء بالنسبة للخضراء انا اخذت بطاطات واحد جوج قريعة صغارين واحد الحبادة كبيرة واحدة الفيتاء واحدة جميلة الفيتاء واحدة غيلة لا تستطيع الخضراء التي توفرها لديكم كما قلت لكم الشرمولة التي تضيفتها واحدة جمعات كبار الماء خلطتها واخذتها في الشرمولة لي فرش شرمولة والتجاج لا تضيف لكم الشرمولة سوف تضيف حتى الخضراء بالنسبة لكم لا تضيف لها خضراء حتى يدخل الطياب لتضيف لكلتها لشبرة وتضيف وخلط الماء سوف تستفى خضراء فوق التجاج حتى نقوم بتضيف سوف تستفى لكم لكم تكون ملعاً كما تسبب عليها اخذت جلبانة و اعطيتها في الشرمال ليس بقيت بطاعة و نضيفها في الوسط فوق الخضيره و نضيفه في هذا الاحياء و الشرمال الذي ستبقى في البول سوف نضيفها فوق الخضيره و أعطيكم حيلة يجب التاجين بسرعة و الورق و يجب على الوقت اخذ قطعة الورق و تغطي تغمي يجب عليها بالتعجيل مزيان بحالة تطفل عليها في الطنجرة يضط كي يطب بسرعة كبيرة يجب ان يحتوي طبلك بسرعة هذه بالتجربة نجد الطواجين يطبع لها خاطره على نار مهيلة و سنحضر معكم واحد زعلوك يجي خطير غزار غزار واحد المدق دياله سبيسيال لدي هنا واحد الخمسة ديال الدنجالات صغيرين لا يجب ان يكونوا دنجال صغيرين يجب ان يكونوا كبيرين غير صراحة غير الدنجال بزايد لان هذا الزعلوك يجي زوين نقطع رويسة اليدنجال و نقسم اليدنجال شغيرين يجب لكن لا يكونوا صغيرين يجب أن يكونوا طريفات اليدنجال لكي يجب فوقهم نضيف الملحة حتى يجيب منزل ضروري تدري الملحة في طريف الحظ فئي بخيره و سنضع الكسكاس في طنجرة و سنضع في هاد الدنجال وهو التبخير أو في طنجرة الكسكاس العادية و الى اتحرير كي يجب اختيار سوف نضع كمية زيت الزيتون كمية زيت الزيتون تبقى على حساب الطوق سوف نضيف ملقة صغيرة مع مراش التومة سوف نضيف ملقة كبيرة سوف نضيف ملقة صغيرة مع مراش الكامون سوف نضيف ملقة صغيرة مع مراش الكامون سوف نضيف ملقة صغيرة مع ملقة كبيرة سوف نضيف ملقة صغيرة مع ملقة الصغيرة نضيف الدنجال كما قلت لكم سوف يتبخر لا يأخذ الوقت كثيرا خصوصا في الطنجرة نشحر الدنجال قليلا لما تدخله تتبيلها و يتبنن نشحره في زيت و نجيبه و حاوله لا تنعكوه بالمغرفة ثم تنعكوه في تتبيلها كلها بإضافة سوف نفعل هذا سوف نبهبه له عجبه و نبهبه في الخدره يضم النبج و يطلق المراقا و خامض فنانوش الماء لتفيض المراقا في معلقة و نضيفها حوالها و نبهبه مراقا بالمعلقة و أضع المصير و أتفاعله أضع المصير من النجاح و أضع المصير و أضع المصير يطلق مع نفسه و أضع الشقيقة مغربية الشاهيرة أضع الحار و فلفلاء رائعة و أضع الجميلة و أضع المصير سأجعلكم بشكل غياتيه تعجبني بثيث يكون فيها الحار سأقطعها في قطعة ربيع لكي تجيب شكل غياتيه ودروري تصفوها لتلقت لكم الماء تصفوها مزيان سأجعل نصيحة من شو الفلفل ومتازها ما تغسلوهما قبل ما تشويوهم باش ما تجعلوهما بسيبال تستبيله زيت الزيتون قليل من الملح و شوية الكمون و بطبيعة الحار سأجعل الحامض مصير باش نقصنا من جهد الحار نخلط شريضة ديالي و ندرها في أطباق ديالتقديم مباشرة نزيد من الفوق خطيط زيت زيتون و شوية المادنوس و بالنسبة لزع اللوك حتى هو نوضعه هنا في أطباق ديالتقديم تحاولوا ماء مكان مادزع الكوش تجعلوها كباين كي يجي فيه الماضاق عجيب بثث أنا مأكده غيعجبكم كانوا هدوهما الأطباق ديالوجباء الثانية اللي شاركت معكم اليوم كي مشتوا ساهلين و راهوهم في المتناول مش شي حاجة كتيرة مره مره كنو علوه ليداس ديالنا يعني كنحاولوا ندخلو الخضيراء اللي ادرنا اللحم كندخلو مع الخضيراء و اللي ادرنا القطاني كندروها كسامة كندروش ليضاء أو فليفلام شوية أو ممكن حاول الأم المغربية معروفة يعني بأنها كتدباني و كتقد الأمور ديالها نتمنى هذا الاقتراح هنا الإعجاب ديالكم و غنضوزوا الاختراح الثالث و اللي هو اللوبيا مع المعقودة أول حاجة غنضيرها هي البطاطا غنضيرها تسلق بنسبة لكم كمية البطاطا كدروها على حسب حالي المقودة بغيتو تحضرها منين كندير البطاطا تسلق كندوز نحضر واحد الخالط و ديالك الخالط مع البطاطا فاشكت بطاطا تسلق انا اخذ واحد جبانة كنوضع فيها كاس و نسو كاس من الدقيق الأبيض غنضف على هاد دقيق واحد نصف معلقة ديال الخرقون معلقة صغيرة ديال التحميرة الملح و نصف معلقة صغيرة خميرة الخبز و معلقة صغيرة ديال الخميرة الحلويات أو نصف كاس من خميرة الحلويات و نجمع هاد الخالط أو نخلط هاد الدقيق بماء عادي مصنبور بالنسبة لهاد الخالط يجب القوام دياله تقيل واحد شوية ما يكونش خفيف و ما يكونش قاسح فوق القياس يعني مني كندول في المعقودة و ننهزوها كتتهزدك الكمية ديال الخالط مع المعقودة نغطع هاد الخالط بالبلاستيك الغدائي و نجعله يخمر المودة التي تسلق فيها البطاطا المهم و نجعله يخمر و نضع نصف اللوبيا نأخذ طنجرة الطغط و نضع فيها كمية زيت و دائما الزيت نضيف واحد البصلة متوسطة مقطعة بهذا الشكل ثم نضيف ثلاثة الفصوص مقطعين بهذا الشكل لأني كتعجبني التومة تكون باينة في اللوبيا لا نحكيها نضيف الملح و نضيف ثلاثة ثم نضيف ثلاثة 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 نضيف القصبور و نضيف لها القصبور و نضيف ثلاثة 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 نضيف قطعة الحامد نضيف قطعة نقفل على الطنجرة نضيف تحضير المعقود بمجرد ما تسلق تنقشرها وهي مازالة سخونة لا تتبرد تبقى هكذا الكويرس بطاطا بالقدام حيث تتضيف بدلس فمزة نضيف قطعة aí اضيف السم NAS مصر نضيف السم NAS مصر نضيف السم NAS الملح يبقى على حسب الضوء ثم نضيف 1 نص معلقة صغيرة نخلط مزيان بها ديك اللي كنا نمسو بها البطاطا ومن بعد كنستعملوا يدينا باش نتأكدوا بان البطاطا ولت ملسا مبقاوش في هديك التكتولاس ديال البطاطا الداخل ديك الشي لاشي قوتكم رفزوا البطاطا محدها مازالة صخونة باش دغية كتمعك لكم من بعد غادينا اخذ واحد البلاتو وغادي بدا نشكل كوايرات ونضغط عليهم على حسب الضوء ديالكم تماني لحسبوش بغيتو المعقودة كبيرة او صغيرة لحسب الاختيار ديال كنستفوا هاد الأقراص ديال المعقودة في البلاتو كنخليهم متبعدين إلا بغيتو تتحضر هاد الأقراص ديال المعقودة يعني تحضروا كيمية كثيرة ودرون في البلاتو ودرون فلمجميد كل مرة كجبدو غير قياس اللي بغيتو وعادك تتدروهم في ديك الخالطة وكتقليهم يعني تهاكى كيجيو زويني منسبة السيدات لي عاملات وما عندهمش الوقت نضيف بيضة كاملة اضافة اختيارية اضافة اختيارية اضافة اختيارية سوف نهز الأقراص المعقودة و ندخلهم في وصل الخليط و نحاول نستقطرهم جيدا و نوضعهم في الزيت و محاولوا ما أمكن الزيت تكون سخونة و نهزوا الأقراص ديلكم حاولوا ما تتكوهمش بباب الفورشيت او تقديروا فيهم شي تقب من الداخل سوف ندخلكم لهم الزيت و ستشتت لكم المعقودة بانسبة النار سوف تكون متوسطة لا تكونش قليلة إلا كانت قليلة المعقودة ديلكم سوف تشرب لكم كمية كثيرة دي الزيت و إلا كانت النار مرتفعة سوف تشتت لكم المعقودة حاجتنا بالمعقودة دينا تنفخ و تتحمر و تبقى محافظة على الشكل ديالها سوف نستمر بها الطريقة حتى نكمل المعقودة اللي عندي كلها يعني اللي طعبت كنزولها كنرفق شي شبكة كتستقطر و بطبيعة الحال كما كتعرفوا المعقودة قد تتقدموا هي صخونة كتترفقوها مع صلصة أو معي أي حاجة يعني كتفضلوا انتوما أو كتدروا صندويتشات الولداز ديالكم مع الزيتون و شفية ديالها صوص حارة يعني على حساب اختيار ديالكم انتوما شفو كيفاش كاديت بركل الله المعقودة كدجي محمرة من ذهب اللون ديالها و كدجي مقربشها كتش هي غيم اللون ديالها كتبنزوينة غينصيحة دائما المعقودة قليوها حتى تبغيوا تحطوه لأطباق ديالكم معا تقليوه يعني خلي واحد تلت 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 شكلوها و جدو ديالك الخالطة و خلي واحد تلت 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 وعاد قليوه و أنا مهمة استمر بها الطريقة حتى نكمل المعقودة نرافق الأطباق ديلي وحشلي ضخفيفة ضريفة ديال البصلة ومتيشة والخيار كتجيزوين بزاف كان ندير لها شوية دي الخل شوية ديالزيت نباتية وشوية ديالملح وكان وضعها مباشرة في الأطباق بالنسبة اللوبيا كنحل عليها ما كتتخدش وقت كتير ضغيية كالطيب خصوصا لكنت اللوبيا يعني طيابة ضغيية كالطيب تقريبا 30 دقيقة كتكون واجدة كما كتشوفوا معايارها طيبة نخلي فيها شي شوية ديالمرقة لأنها كتشرب ودائما القطنية ديالكم ما طيبوها شبزاف تتحرحر وما يبقى فيها لما ضاق لمنظر وما تخلي واش قاسحة لخليتوا قاسحة غدركم في المعيدة وغدا نقدم اللوبيا ديالي إما كتقدموا في طاجين سلاوي أو غف صاحن ديال تقديم عادي كتراف قواب شوية ديال الفلفل الحار شوية ديال الفلفل المرقدة لحسب الإمكانيات ديال كل واحد دول غدا ديالنا نتمنى لإقتراح لإعجاب ديالكم كما شتو سهل وقصصادي في المتناول أنا أعطتكم غير أفكار كل شي السيدات كعرفوا يطيبوا اللوبيا وشي ولكن أنا أشاركت معكم ديك الشي اللي كان ديال طريقة اللي كان طيب بها وكل واحد والطريقة دياله نتمنى لإقتراح لإعجاب ديالكم وتجربوهم وغندوزو الإقتراح الرابع اللي هو طاجين ديال السردين كواري محبوب المغاربة نحتاج كيلو ديال السردين بطبيعة الحال بعد ما كان نقيه وكان غسله وكان ديرو يستخطر دروري تحيدوا ديك الشوكة اللي كانت تكون في الظهر ديال السردين إلا بغتوا تحيدوا للقشرة حيدوها وإلا ما بغيتوش بلاش الفرق الواحيد منيك تحيدوا القشرة هو اللون ديال الكفتاك يكون بالدل منيك تحيدوا القشرة هذا ما كان ممارا نفس الماضاق تحجا ما كانت تغير من غير اللون سننخز هدى السردين وغناخد التحانة اللي كان نتحن فيها رباع أو اي هاشوار عندكم او اي تحانة عندكم بتحانو فيها رباع إلا ما متوفراش عندكم تحانة غتحنوا غيف التحانة العادية اللي كانتحنو بها ماتاشا سنضيف على هذه السردين جوج معلق كبار ديال الكسبور المقدنيوس مقطعين رقاك سنضيف طريف ديال الحامض المصير سنضيف واحد المعلقة صغيرة مع مراش ديال الهريسة ونصفه بالقع الصغير احبتين داخل صغيرا مع القع صغيرا ونصفه ونصفه نضيف الروز نضيف الروز نضيف الروز نضيف الروز القيم فقط نضيف الروز نضيف الروز نضيف كرد الطماطم نضيف خلق ثوم نضيف اكتشعر ملح اشبه ملح اضوة ملح اضج السردين في التجين الان اضافة الملح نضيف الطاجين بطريف الفلفل الحمراء و الخضراء نضيف دوائر الخزو نضيف الطاجين نضيف الطاجين نضيف الطاجين بعض الطاجين الحبل نضيف الطاجين قم بتجسد تقديم ثمت نضيف طاجين و Freedom كوائفة يضيفون الوقش يضيفون ملحة وطريف الحامض يستقطع في شبكة ونضيفه ونضيفه قطعة الحامض المصير عندما يكون لديكم الحامض المصير ستعصره ونصف حامضة صغيرة في هذا الشيف لور نشحره قليلا لما ينشف فيه الماء ونطفو عليه لا يأخذ وقت كثير في الطياب سنطلع على الطاجين الكفتاء السردين إذا لا تريد الطاجين يفيد لديك ملعقة ونغطي حتى ونجز نضيفه Yarik السردين ستعصر اكثر بعضها القزوين كبيرة ونضيفه بزيتون ونضيفه بزيتون ومضيفه LM مباركة سوف تقريبها لان فيه الروز السرداني كندلو فيه الروز راهتي تشرب المرقه فخليوا فيه شوية المرقه لانه غادي يوقي حوين نشف هنخلي طويجين علاجين ونحضر واحد شليضة خفيفة ضريفة هنا عندي شوية ريكو سلقتها في الماء والمليحة كانت بقيالي ما بغيتش نخليها تبقى الضعب وتقال ندير بها شليضة بعد ما درتها تسقطرت مزيان في الشبكة نديرها هنا في جبانا درت لها شوية ديال الفلفل الأسود شوية ديال الخل و شوية ديال الزيت الملحة راها مسلوقة بها يعني مثل زيت ش نضيف لها الملحة و شوية ديال المعدنوس و كان خلط و كان وضعها مباشرة في الأطباق بالنسبة لزعلوك ديال الشيف لور حتى هو مضعو في الطبق وتنزينو بواحد طريفات ديال الحمض المصير و بديك الفلفل الحار اللي شاركت معاكم في تحضيرات ديال في الفيديو اللي في تحضيرات ديال الفلفل الحار بالنسبة للغذيوة ديالنا هي واجدة هذا وشك النهائي ديالها كتجيل ديدة كما كتعرفو طواجين ديال السردين كواري كيجيل ديد و من أروع الطواجنات المغربية تقليدية لكل شي كيحمق عليها ضروري نحضروها وحتى زعلوك ديال الشيف لور حتى هو طبق تقليدي او مقبلة تقليدية وهذا وقت الشيف لور يعني علاش ما تستغلوش كيمزاف ديال أطباق بالشيف لور نتمنى تقتراحها ستنال الإعجاب ديالكم وتجربوها كيمشتوها رها بسيطة وفي المتناول يعني في الإمكانيات ديال كل واحد وانتقلو الوصفة أخرى واللي هي البطاطا القصبية كل شي تيعرفها وكل شي تيبغيها وهذا وقتها موجودة بكثرة فعلاش لما تستغلوهاش فأول حاجة غادي نصب البطاطا القصبية غناخد طنجرة غنوضع فيها وحد الكمية ديال زيت زيتو اللي كتبقى اللحظة بالطوق غينها صيحة البطاطا القصبية كتبغي شوية زيت غنضيف واحد البصلة متوسطة مقطعة بهذا الشكل ثم غنضيف واحد المعلقة صغيرة عامرة بالمعدنوس ثم واحد نصف معلقة صغيرة ديال القصبور مقطع أرقيق وغادي نضيف هنا جوش طريفات ديال اللحم ديال اللوحان ومساب اللحم كتديرو على حساب الإمكانيات ديالكم على حساب عدد الأشخاص اللي غايتناولو الوجبا غنضيف القليل من التوم غادي نضيف واحد معلقة صغيرة مع مراش بالخرقوم غنضيف قليل من الفلفل الأسود وغنضيف واحد نصف معلقة صغيرة ديال اسكينجبير والملح اللي كيبقى على حساب الطوق وباش ما تتحرق ليش العطرية غادي نضيف القليل من الماء هكا باش كنشحر طنجرة ديالي كنخلي هادي الحيمة كتتقلة مزيان على خطرها حتى كتدخلها العطرية وديك البصيلة كتنزل هكا باش كتجيكم المرقة خاطرة وكتجيكم بنينة بعد ما كنشوف الحيمة تقلت مزيان غادي دابا نمرق الطنجرة ديالي كنديرو الكمية ديال الماء اللي طب فيها اللحم وطب فيها حتى الخضراء اللي غنضي نضيفو من بعد دائما باش اجيكم المرقة ديال كوم بنينة ديرو الكمية ديال الماء الكافية هنقفل على الطنجرة ديالي بخليها الطيب وغادي ناخد واحد الملقة صغيرة ديال زيت زيتون قليل من ثوم قليل من الهريسة اللي كتبقى على حساب الطوق واحد شوية ديال الحامض لمصير وواحد المعلقة صغيرة ديال القصبور مقطع غنضيف واحد نص معلقة صغيرة ديال كامون وغادي نعصر واحد نص حمضة بنسبة الملح ما كنضيفش الملح لان الخيزو راني بخرطو بالملحة من بعد ما كنشحر واحد شوية ديال القصبور والاثرية ما كنخلو مش حتى يتحرقو غدا نضيف الخيزو كما كتلكم خيزو لاني بخرطو بشوية ديال الملحة لابتو تسلقوه كتسلقوه يعني انتم على حساب الاختيار ديالكم كنشحر واحد شوية هاد الخيزو كما كتشنوه معايا وكنحبلو مأمكان ما تحركوش بزاف ما يتعجلكمش وضوقوه يلا جاكم مازال خاصو شوية الحامض زيدو شوية الحامض لان هاد الخيزو كيكون مشرملو محمد يعني الماداقض الحامض كيكون غالب فيه كنشحر واحد شوية لما كينشف وغادي نطفى عليها كما كتشوفو كيجي غرزال ماداقضي يالو بنين بنين بزاف بنسبة لهاد الموقع بلادي الخيزو المشرملو المحمد كتنكل باردة وكتنكل حتى سخونة هنخلي دبا هاد الخيزو على جنب وغندوز نطلع لها الطنجرة نشوف اللحم واش طابت الى كانت طابت للحم غادي نضيف البطاطا القصبية انتوما لا بغيتو تكملو طياب في الطاجين سلاوي كتززو هاد الحمان بعد ما كتطيب كتديروها في الطاجين وعاد كتضيفو هاد البطاطا القصبية دلكم وكتغطي وتخليوها الطب على خطرها كيب ما قوت لكم حاولو تخليو المريقة يعني كتديرو المال كافي باش تبقى لكم المريقة في نضيرو البطاطا باش يجيكم المريقة بنينة هاد المراه كافية ما غنزيش انا التشي حاجات المريقة لكي نراه كافية غادي نسد على الطنجرة ونقص عليها ونخلي هاد البطاطا الطيب على النار قلب من متوسطة متعليوش النار اللي عليثو النار غادي تفرج عليكم وغادي تشتت عليكم في المرقه وغادي دعلكم الشكل ديال المرقه ما غا تبقاش زوينة ولا ادرتوا النار قليلة نفس الشيء غادي تشقلكم فخليوا النار تكون قل من المتوسطها كباش كتقل لكم ومريقة وكتلب لكم مرقة دي ربطة القصبية كتبغي تكون خاطرة وواقفة علي دمها ضروري نضغط نجرة دينا ونشوفوا واش ما خاصنا لهم الحالة اشي حاجة انا غنخليها دي تقلة مازال خاصها تقلة وغندوز نحضر واحدة لعاصير خفيف ضريف عندنا تلسية التفاحات من بعد ما قشرتهم وقطعتهم بطبيعة الحال غنضيف السكر بنسبة السكر كيبقى لحسب الضق ثم غنضيف الماء بنسبة التفاحنا نيدا يرافا معا حامضة واحدة قشرتها حيث لديك العظام وحيث لديك العلف لكي يكون داخل وديك القشرة لكي تكون رقيقة بيضة كنت حلول العصر دينا كما كتشوفو كيجي غزال بنسبة لبطاة القصبية بعد ما تقلت مزيان ووقفات المريقة علي دمها غنقدمها دبا شوفو معايا اللحيمة كيفاش كيجي المنظر ديالها غين شوفت العين كتعرفو المريقة ديالكم راه بنينة وطويجي اللي طيبتو راه بنين كتجي هاد المريقة مالكة ولديدة بزاف ناس اللي تيبغير البطاة القصبية غادي يعرفون علاش كان هادر كيجي واحد المندق فيها ممتاز ممتاز غين تبعو ديك النصائح اللي قلت لكم ديال طيب كلها شوفو معايا تنجرة متى تلصق موالو جات المريقة هي هادك وكان هادا وشك النهائي ديال الاقتراح اللي شاركت معاكم اليوم البطاة القصبية كتجي بنينة غزالة وخزوم شرمل محمد حتى هوا تيجي لديد هادو بجوج اطباق تقليديين قدامين وبالخضر الموسيمينية لموجودة دبا في السوق وهاد العاصر هادا حتى هوا كيجي صحي والديد بزاف تفاح موجود الحامض موجود فالانسان علاش ما يستغلش الخضيرة اللي بتوفرها في السوق والواحد كيمشي على حساب الامكانيات ديالو نتمنى هاد الاقتراح هنا الاعجاب ديالكم كيمشي ترى سهل وفي المتناول ماشي شي حاجة كتيرة وغد ندوزو دبا الاقتراح اخر واللي هو صينية ديال الخضر في الفرن كيمشي تعرفو دائما في اخير الاسبوع قلما نمشي نتقده وكنشوفو ديال الخضيرة اللي كتبقى لنا في التلاجة كنحاولو نديرو بها شي وجبة هنا خضيت واحد البول وضعت فيه نصف زلفة ديال الصلصة ديال الطماطم واحد المعلقة صغيرة ديال مركز ديال الطماطم واحد الكمية ديال زيت زيته اللي كتبقى على حساب الضق هنضيف نصف معلقة صغيرة ديال بودرة الطم قليل من الفلفل الاسود وغنضيف الملح اللي كيبقى على حساب الضق ثم غنضيف واحد المعلقة صغيرة تكون عامرة مزيان بالزعتر تيعطي واحد المضاق اللي زوين بالزاف لهاد الخضرات هاتي كنخلط مزيان هاد الصلصة هدي كيما كتشوفو معايا حتى كيندمجوا مكونات اللي فيها كولة وغنخليها علاجب وغدي ناخدها الصينية لي وغنضيف الفرن ديالا فيها الخضرات مقطعة عندي هنا بسلة مقطعة رقيقة احبّا ديال الفلفل صغيرة مقطعة رقيقة جوج قرعات صغارين مقطعين بهذا الشكل ووجوج بتاطات اقبارين مقطعين مربعة بهذا الشكل عندي هنا أحبا ديال الفلفل صغيرة مقطعة شوية ديال تثومة شي ت Liangتة الفصوص ديال تثومة مقطعين غير مقطعين ولنبعد نوسو واحد نصص در ديال الجاج مقطع ارقيق بالنسبة للاصطر ديال الجاج هنا ادخل الملقة الصغيرة لنضيف الملقة الصغيرة و من الزجاج لن تبني الخضر من تحتيب الخضر نضيف الخضر اضيف الملقة الصغيرة و من الزجاج نضيف الخضر ثم نسرح او نقدكر نضيف الملقة و أخذ الأطبخ ونغتم زيان هاد الخضراء هادي وعاد غادي ناخد الورق ديال الالمينيوم ونغتم زيان الصينية بإمكانكم تستعملوا صينية عادية ديال الفرن غي دهنوها بزبيدة باش ما تلصق لكمش الخضراء هندخل هاد الصينية الفرن اللي كيكون مصخن من قبل أنا غنطيبها في الفرن الكهربائي على درجة حرارة 200 درجة كنشعل النار من فوق وملتحت وكنوضعها صينية الخضراء في الطبقة الوسطانية انتوما يلي عندكم غير الفرن الغازي غادي تشعلوا النار من التحت وتضعوا الصينية فوق منها على نار متوسطة يعني على حرارة متوسطة من بعد ما كتب الخضراء من التحت كتبطوها تحمر من الوجه ديالها وانا قبل ما نحمر هاد الخضراء هادي دروري كنقلبها كنتأكد بان كل شي طايب الخضراء طايبة والجاج طايبين يا ما كتاخدش وقت كتير في الفرران تقريبا 1-45 دقيقة كتكون طايبة غي لا بغيتو غي تتحمروها هاكا بدون ما تضيفوا لها حتى شي اضافات كتشدو هاد الصينية وكتدولات حتى العافية وكتخليوتو كتتتحمر لكم هاد الخضراء من الوجه ديالها او كتقدموها هاكا بدون ما تحمروها او غادي تضيفوا لها وحد شوية ديال الجوبن من الوجه ديالها انا غنضيف لها شوية ديال الجوبن موزرلة والجوبن شيدار كإضافة اختيارية ثم يمكنكم تصغنوا عليها لما كان شو توفر عندكم بإمكانكم تحمرو هاد الصينية الخضر من الوجه ديالها او تقدموها كا بدون ما تحمروها هندخل ده بهاد الصينية الفون وغنشارع ليها غي من الوجه يعني غي بشي تتحمر الجوبن وفهد لقيتها هادي غادوز نحضر واحد شلادة خفيفة دريفا عندي هنا واحد شوية ديال المقارونية رقيقة سلقتها بشوية ديال الملحة ودرسات التقطر عنضيف لها شوية ديال طون ديال الزيت وعندي هنا واحد ها هو موجوده دبرا نفديت كنستهلك منهم غنخلط هاد الصلاة بشوية ديال المايونيز المايونيز اللي شاركت معاكم مرارا وتكرارا بنسبة للسيدات لعادل صحقه جداد بالقناة غنخلي لكم الفيديو ديال المايونيز والفيديو ديال الحار وديال الهريسة وديال التومة في أول تعليق وفي صندوق الوصف بعد ما كنخلط شلادة هنديرها في الصحن التقديم على حسب الضق وكان هدا هو الشكل نهائي ديال الصينية ديال الخضار اللي شاركت معاكم اليوم كي ماشته صحية ولديدة بزاف وكي يكون للولدة صغر الخضراء بلا ما يعيقوا خصوصا من تدريهم ديال المسة أو ديال الجبن من الفوق كتخلي الدررية يكون لكم الخضراء بلا ما يعيقوا ديالك شيرش أنا سندير دائما الجب لأن أنا برأسي ولدي ما تيبغي ولش الخضراء خصوصا القرعة ما كي بيحملوهاش ولكن كندخلها لهم في بعض الواجهبات ما تيحسوش بها تتجي بحل البطاطة خصوصا من تيكل جبن من الفوق وغنقطع دابا باش شوفوا الشكل ديال هاد الخضارة كي تجي كتجي بنين اغي مشوفت العين كتبان الديدة فيها واحد المضاق اللي زوين بزاف وكي ما قلت لكم إلا ما عندكم بش صدر ديال دجاج ديروا وغي واحد المعلقة صغيرة ديال دجاج مشوي او ديال ديال الحوت او ديال الكفتة باش تعطيكم مضاق زويل هاد الخضارة وصافي نتمنى عاد الاقتراحات اللي شاركت معاكم اليوم تنال اعجاب ديالكم وتجربوها هاد الفيديو قدرتو نزولا عن طلب ديالكم تمالحيتو عليا ندلكم جدول وسبوع كامل فيلي عجبكم هاد الفيديو قولوها لي في التعليق ولا بغيتو نزيدكم الجزء الثاني قولوها لي في التعليق وما تنسونيش من اللايكات ديالكم والبرتاج مع الاهل والاصدقاء والسيدات لأول مرة كيلتحقوا بالقناة مرحبا بكم وفضلا وليس أمرا إلا عجبكم المحتوى دعموني باشتراك وفعلوا الجرس باش تبقوا دائما توصلوا بجديد الوصفات وإلى اللقاء في فيديو قادم ووصفات أخرى بحول الله تعالى